دائما الاستجواب لما يكون استجواب يعني واقعي واستجواب مثلاً مستحق ممكن تكسب بالنواب ولكن لما يكون المستجواب الهدف منه فقط تكسب انتخابي من أجل احتمالي نحل المجلس أو ينحل لكن بعد ثلاثة خمسة راح يكون تقديم الاستجواب يكون تقديم منطقي وواقعي وممكن ياخذ رأيه مثلاً يحشد بالنواب إنما الآن استباق الاستجوابات لأنه أقولك احتمالي يكون بطلان في مجلس الأمة وبالتالي يأخذ بطولة على حساب الآخرين ولكن إذا استغرت الأوضاع وما كان في بطلان أعتقد أنه الآن حتى لو يقدم استجواب حاليا لو يقدم استجواب حاليا وتم مناقشته بعد تاريخ البطلان حتى المناقشة راح تختلف يختلف الوضع لأنه خلاص استغرت الأمور الهدف كامل للستجواب ليس فقط من أجل أنه في مخالفات تجاوزات الهدف منه فقط تكسب انتخابي قبل تاريخ البطلان لكن أي استجواب يقدم بعد تاريخ البطلان خمسة أعتقد أنه استجواب راح يكون منطقي حتى لجميع النواب